السلام عليكم من يوم الاختبار سنة ثالثة في مادة رياضيات للفصل الأول نبدأ بسم الله مع الثمانين الأول قلنا أنجز العمليات عموديا لدينا 420 زائد 138 وثلاثون كم تساوي نقوم بكتابة 420 دائما نكتب رقم الأحد تحت رقم الأحد ورقم العشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات وثمانية زائد وتساوي لدينا صفر زائد ثمانية كم تساوي تساوي ثمانية اثنان زائد ثلاثة لدينا اثنان ونظف ثلاثة اثنان ثلاثة اربعة خمسة اربعة زائد واحد اربعة خمسة والنتيجة هي خمسمائة وثمانية وخمسون نقوم بكتابة العدد هنا خمسمائة وثمانية وخمسون ننتقل العملية الثانية ستمائة وثلاثة واربعون زائد ثمانية وسبعون ستمائة وثلاثة واربعون زائد ثمانية وسبعون تساوي دائما نرتب الاعداد تحت الاعداد مثلا الوحدات تحت واحدات والعشرات تحت العشرات والمئة تحت المئات لدينا ثلاثة زائد ثمانية ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر نقوم كتابة الواحد هنا ونستحفف بالواعد فوق الاربع تصبح اربعة زائد واحد خمسة خمسة زائد سبعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر نكتب الافنان ونضع الواحد فوق الستة تصبح ستة زائد واحد سبعة زائد لا شيء تبقى سبعة والناتج هو سبعمائة وواحد وعشرون سبعمائة وواحد وعشرون ننتقل العملية ثالفة وهي عملية ناقص تسعمائة وستة وفلافون ناقص خمسمائة واربعة وعشرون تسعمائة وستة وفلافون ناقص خمسمائة واربعة وعشرون دائما الوحدة تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات الاخرية ستة ناقص أربعة تساوي اثنان ثلاثة ناقص واحد ثلاثة ناقص اثنان تساوي واحد تسعة ناقص خمسة تساوي أربعة وهنا لمعرفة العدد ننطلق من العدد الصغير حتى نصل للعدد الأكبر خمسة مثلا خمسة نضيف لها أربعة حتى تصبح تسعة وننتقل العملية ونكتب رقم هنا أربعة مائة وإثنى عشر ثم ننتقل العملية الرابعة ستمائة وثلاثة وخمسون ناقص مائتان وتسعة وأربعة مائتان وتسعة وأربعة تساوي ثلاثة ناقص تسعة عندما يكون عدد أصغر ناقص عدد أكبر لا يمكننا الحساب مباشرة نقوم بعملية الاستيلة دائما نستلف من العدد الذي يأتي في الأسفل أربعة نستلف منها واحد وتعد عشرة وتصبح عشرة زائد ثلاثة وتساوي ثلاثة عشر ونرد واحد فتصبح هنا زائد واحد فتصبح خمسة تصبح ثلاثة عشر ناقص تسعة كم تساوي أربعة ثم خمسة ناقص خمسة لأن عندما نرد الواحد تولي واحد زائد أربعة وتساوي خمسة إذن خمسة ناقص خمسة تساوي صفر ثم ستة ناقص اثنان تساوي أربعة النتيجة هي أربعمائة وأربعة أربعمائة وأربعة والآن ننتقل للتمرين الثاني اكتب الأعداد بالحروف أو الأرقام داخل الجدول لدينا أولا عدد بالحروف سنقوم بكتاباته بالأرقام تسعمائة وواحد وثمانون تسعمائة وواحد وثمانون نفى بلا تسعمائة ما معنى معنى تسعمائة معنى أن تسعة هي رقم المئات ثم واحد وثمانون دائما في الوحدة العشرات نبدأ بالوحدات فما العشر إذن واحد وثمانون تسعمائة وواحد وثمانون ننتقل العدد الثاني هذا العدد يقرأ ألف وخمسمائة وستون لماذا يقرأ ألف وخمسمائة وستون أولا نذهب ونقسم العدد إلى كل ثلاثة هنا واحد اثنان ثلاثة إذن ننتقل من المئات للآلاف كم لدينا عدد في الآلاف رقم واحد إذن ألف ألف وخمسمائة ألف وخمسمائة خمسمائة وستون خمسمائة وستون ألف وخمسمائة وستون ننتقل التمرين الفالف رتب الأعداد التالية ترتيبا تصاعديا ما معنى ترتيب تصاعديا أي من الأصغر إلى الأكبر دائما عندما نرى تصاعديا نتبكر نتبكر الدرج فالدرج نصعد من الأسفل إلى الأعلى تصاعديا أي من الأصغر عدد إلى أكبر عدد هنا نذهب ونقرأ الأعداد لدينا مئة وخمسة وأربعون ثمانة مئة وخمسة وتسعون ثلاثة آلاف وأربع مئة وواحد واشنون مئتان وواحد وثمانون ألف وثلاث مئة وسبعون تسعم مئة وخمسة وخمسون لحظنا أن في بعض الأحداؤ في بعض الأعداد نسمع رقم ألف وفي الأخرى نسمع رقم المئات نبدأ مع الأعداد من نفس الرطبة أي نفس عدد الألقاب 45 و 9 و 895 2081 و 955 هذه الأعداد مكونة من ثلاثة ألقاب ولبين 3421 و 1370 مكونة من أربعة أعداد نبدأ من منكونة من ثلاثة أعداد نقارب بين رقم المئات لدينا هنا واحد هنا ثمانية هنا اثنان وهنا تسعة نأخذ رقم المئات الأصغر لدينا رقم واحد واحد أصغر من ثمانية وأصغر من إثنان وأصغر من تسعة إذن نبدأ ب مئة و خمسة و أربعون ثم نذهب إلى الأعداد الباقية لدينا ثمانية و مئة و خمسة و تسعون مئتان و واحد و فمانون تسعمية و خمسة و خمسة نقارب بين نقارب بين رقم المئات لدينا ثمانية اثنان تسعة الرقم الأصغر هو اثنان إذن مئتان و واحد و ثمانون أصغر من ثمانية و خمسة و تسعون و تسعمية و خمسة و خمسون ثم ننتقل العدد اللي ببعد تسعمية و خمسة و خمسون و ثمانو مئة و خمسة و تسعون لدينا نقارب بين رقم المئات و المئات لدينا هنا ثمانية و هنا تسعة ثمانية أصغر من تسعة إذن ثمانمئة و خمسة و تسعون ثم تبقى لعنى تسعمية و خمسة ثم ننتقل أعداد مكونة من أربعة أرقا 3421 1370 نقارن رقم الآلاف مع رقم الآلاف لدينا 3 و 1 1 أصغر من ثلاثة إذن 1370 ثم تبقى لنا رقم 3421 إذن أكبر عدد هو 3421 وأصغر عدد هو 1445 والآن ننتقل للتملين الرابع أكمل ملء الفراغ لدينا العدد ضحفه ونصفه ما معنى كلمة بحفوه أي عدد ضحفوه بمعنى عدد في اثنان ضحفوه مثلا واحد ضحفوه اثنان خمسة ضحفوها عشرة ونصفه أي نصفها نصفها بالعدد مثلا عشرة نصفها خمسة نبدأ بستمائة واربعة لمعرفة ضحف ستمائة واربعة نقوم ب ضرب اربعة في اثنان كم تصبح اربعة في اثنان معنى اربعة زائد اربعة معنى اربعة مكررة مرتين أي اربعة زائد اربعة اربعة زائد اربعة تساوي ثم ثم سفر زائد سفر يبقى سفر ثم ستة في اثنان او ستة زائد ستة تساوي اثنى عشر معنى ان ستمائة ضحفوها هي ستمائة واربعة ضحفوها هو الف ومئاتان وثمانية نذهب الى نصفها ستمائة واربعة نصفها أي ستمائة اربعة تقسيم اثنان أي النصف نذهب الى اربعة اربعة نصفه اثنان ثم صفر نصفه صفر ستة كم نصفه ثلاثة وتصبح ثلاثمائة واثنان اذن ستمائة واربعة ضحفوها هو الف ومئاتان وثمانية ونصفها وثلاثمائة واثنان ننتقل العدد الثاني مئة واربعون ضحف مئة واربعون ونصف مئة واربعون نبدأ بالضحف ضحف سفل هو سفل ضحف اربعة هو ثمانية كما قلنا سابقا ضحف اربعة هو اربعة في اثنان او نقوم او نقول اربعة زائد اربعة اي اربعة مكررة مرتين تعطي لنا ثمانية والان واحد زائد واحد اثنان الناتجة مئاتان وثمانون ننتقل الى نصف مئة واربعون لدينا صفر نصفه صفر ثم ثم اربعة عشر اربعة عشر عندما يكون عدد صغير نقوم بجمعه نقوم ب نطقيه في مرة واحدة هنا ننسى الصفر وتبقى لنا اربعة عشر ما هي نصف اربعة عشر هنا قمنا بفصل العدد لكي تسهل علينا العملية هنا لا يمكن فعل بها لانه ستون عدد كبير ولكن اربعة عشر عدد صغير نقوم بتقسيم اربعة عشر قسمة اثنان او اربعة عشر نقسمها الى عددين متساويين عند جمعهما تساوي اربعة عشر هو سبعة لماذا سبعة لان سبعة زائد سبعة تساوي اربعة عشر عندما يكون عدد صغير نقوم نقوم بنتقه في مرة واحدة ولا نقوم مثل ما قمنا هنا كل عدد بفصله وحده والان ننتقل للتمرين الخامس ارسم قطعة مستقيمة ابي طالها اثناء اثناء عشر سنتيمتر عين نقطة ام منتصفها السؤال اول ما هو طول القطعة ام ا وام ب هنا قطعة مستقيمة طالها اثناء عشر سنتيمتر وأم منتصفها وأم منتصفها ما معنى كلمة م منتصفها معنى كلمة م منتصفها معنى ان ام تقع بين a و b وتكون منتصفهما معنى ان الطول m b يسوي m a الطول m b يسوي a A ولا العكس B M يساوي A M لأن M منتصفهما أي أن القطعة M A أو A M تساوي M B أو B M هنا في التسمية لا يوجد فرق بينهم لأن M B أو B M قطعة مستقيمة تساوي A M أو M A والآن نقوم برسم القطعة M والآن نقوم والآن نقوم برسم القطعة A B الرسم يكون بقلم الرصاص قطعة A B هنا من السفر إلى الرقم 12 من السفر إلى 12 سنتيمتر هذه قطعة مستقيمة طولها 12 سنتيمتر ندينا ندينا A و B دائما قطعة مستقيمة نقوم بوضع حدلة ويكون خط هكذا ويجب وضعها لأن عندما لا نضع لا نضع تصبح مستقيم إذن قطعة A B طولها 12 سنتيمتر والآن نعين نقطة M منتصف A B 12 ما هو منتصف 12 نذهب إلى الطول ونرى منتصف منتصف A B معنى منتصف أن من A إلى M تساوي من M إلى B و B إلى M تساوي من M إلى A معنى أن هذا الطول يساوي هذا الطول إذن 12 منتصف وكم 6 6 هنا إذن هنا قطعة A دائما نرسمكم بقلم الرصاص حتى نحافظ على نظافة الوراقة A عندما نقارن هذا الطول بهذا الطول يكون متساويا طول هذا 6 سنتيمتر وطول هذا 6 سنتيمتر وكل الطول 12 12 سنتيمتر نفع بالسؤال ما هو طول القطعة M A و M B نقول طول القطعة M A هو يجب هذه الحارين لمعرفة أن هذه قطعة وليست مستقيم أو شكل هو 6 سنتيمتر و طول القطعة M M B هو 6 سنتيمتر كما قلنا سابقا M منتصفها معناه من M إلى A يساوي من M إلى B لأن M منتصفها والآن ننتقل إلى الوبيل بسم الله وضعت مونة ومريم في حصالته بسم الله وضعت مونة ومريم في حصالته مبلغ 740 دينار وبعد أسبوع أعطاهما والدهما مبلغ قدره 580 دينار السؤال الأول احسب المبلغ الموجود في الحصالة السؤال الثاني بمناسبة عيد ميلاد أمهما اشترات سجادة ومصحفا بثمن 1200 دينار كم يبقى معهما هنا لدينا مونة ومريم في حصالتهما 740 دينار بعد أسبوع أعطى والدهما معنى أعطى أنهم أضاف لهما مبلغ قدره 508 نذهب إلى أول سؤال احسب المبلغ الموجود في الحصالة نقوم بحساب المبلغ الكلي الموجود في الحصالة لديهم 740 و 508 نقوم بالجمع بينهما 508 508 508 هنا عملية زائد لماذا عملية زائد لأن أضاف لهما أعطى والدهما معنى أضاف نقوم بتنفيذ العملية سف زائد سف تساوي صفر أربعة زائد ثمانية تساوي اثنى عشر نكتب الاثنان ونستحفظ بالواحد سبعة زائد واحد ثمانية زائد خمسة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر هنا نقوم بكتابة الجواب المبلغ الموجود في الحصالة الحصالة هو 1320 1320 نقوم بكتابة الوحدة 1320 ماذا سنتيمت متر سعة طول دينار هنا دينار دينار لأنها تملك 740 دينار وأضاف والدهما مبلغ قدره 580 دينار إذن الناتج يكون بالدينار نقوم بكتابة العملية أفقيا 740 سائد 580 تساوي 1320 والآن ننتقل لسؤال 2 بمناسبة عيد ميلاد أمهما اشترت سجادة ومصحف بثمن ألف ومئة هنا عندما حان عيد ميلاد أمهما قرر أن يشتري سجادة ومصحف ثمنهما أي ثمن السجادة والمصحف هو ألف ومئة هما والسؤال هو كم يبقى معهما أي أراد معرفة كم يبقى لديهما عند شراء السجادة والمصحف كم يبقى معناه معناه ننقس لماذا لماذا نقس لأنه يبحث عن الباقي كم يبقى معهما لدينا هم يملكان ألف وثلاث مئة وعشرون واشترى السجادة والمصحف أي ثمن المشتريات هو ألف ومئة ألف ومئة هنا ناقس لأنهما اشترى هنا أولا في السؤال أضاف لهما والدهما أو أعطى لهما أي أن المبلغ لم ينقس بل زاد إذن عملية زائد وهنا اشترى سجادة ومصحف إذن المال ينقس نقوم بعملية ناقس صفر ناقس صفر تساوي صفر اثنان ناقس صفر ساوي اثنان ثلاثة ناقس اثنان واحد واحد ناقس واحد تساوي صفر إذن نقول بقية بقية معهما مئة وعشرون مع ذا دينا نقوم بكتابة العملية وفقيا ألف وفلاث ومئة وعشرون ناقس ألف ومئة تساوي مئة وعشرون نتمنى أن يكون شرح جيد تساوي اشتركوا في القناة